جزاكم الله خيرا ما معنى الحديث إن الله لا يقبل صلاة المسبل لا أعرف الحديث بهذا اللفظ ولكن الإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ومعنى الإسبال ما نزل عن الكعبين من اللباس من ثوب أو بشت أو سراويل أو إزار كل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل فإنه يعد من الإسبال المحرم فيجه على المسلم أن يحذر من ذلك وإذا صلى وهو مسبل فصلاته صحيحة لكنه يأثم عن الإسبال أما صلاته في حد ذاتها إذا توفرت شروطها وأتى بأركانها وواجباتها وما يشرع لها فإن صلاته صحيحة ولكنه يأثم على الإسبال المحرم